مشاهدين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد إذن ستتولى سلسلة لإضطرابات الجوية على المناطق الشمالية للوطن وخاصة بالمناطق الغربية سنشهد تساقط الأمطار ستكون من حين إلى آخر على السوحلة الوسطى والشرقية تحسن تدريجي ستشهده المناطق الداخلية الوسطى وحتى الشرقية بالجنوب الجزائري استقرار لكل العناصر الجوية عاد تشكل بعض الصحبة الكثيفة بشمال الصحراء منطقة الوحات ومناطق الجنوب الشرقي للوطن الدرجة السفر الساة تسجل خلال هذه الليلة ولصباحة الغدو بالتحديد بالجلفة والبيت درجتان بالتيرت أربع درجات ببتنة خمس درجات بقسنطينة والصطيف لم تتعدى 11 درجة بالسوحيل السبع درجات بغرداية 8 درجات بالواد بسكرات 9 درجات بإيزي أدرار 11 درجة بإنصالح لتقارب 20 درجة بأقصى الجنوب الجزائري عن ظهيرة الغد الحرارة القصوى سترتفع نوعا ما مقارنة بنهار اليوم 11 درجة بالجلفة 12 درجة ببتنة والتيرت 19 درجة بتزيوز وهران مستغانم 17 بالجزائر العاصمة 20 درجة فيما يخص نبأ وسكيكدا تليمسان لن تتعدى 16 درجة بشمال السحرات 23 بأدرار إنصالح لتقارب 34 درجة فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري للملاحة والصيد البحر نهار الغد البحر سيبقى مضطرب إلى هائج وخاصة على السوحيل الوسطى سرعة ريح تشتد لتصل إلى 60 كم في الساعة أين الريح ستأتين ضمن السيارات غربية جنوبية غربية سرعة لن تتعدى 40 كم على السوحيل الشرقية لكن البحر سيبقى قليل ليترابي لمضطرب محليا على السوحيل الغربية سرعة الريح لن تتعدى 30 كم في الساعة هذا الدخل الوطن خارج الوطن إلى جنوب إفريقيا الأمطار ستكون في الموعد ببانغي وكينشاسا أبيجان درجات الحرارة القصوى التي تقارب 35 درجة بأبوجا و31 درجة ببانغي 32 درجة بكينشاسا أديسابيبا تقارب 22 درجة الأجوة مغشاة جزئيا بنايروبي مع 27 درجة مش بسيلا مغشاة جزئيا بلوساكا مع 37 درجة وفي الأخير كيبتاون الأجواء ستبقى مغشاة درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 21 درجة مئوية غدا بحفل الشرق شمس لخص الجزائر العاصمة وضوحها سيكون في حدود الساعة السابعة صباحا وعشرين دقيقة عنوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة أشكركم على المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة